استقبل وزير القهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر سفير اليابان الجديد بالقاهرة أوكا هيروشي وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين وأكد وزير القهرباء على اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من نطقات المتجددة في تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزرتي الإسكان والموارد المائية ومن دانبه أشاد سفير اليابان بعمق العلاقات المصرية اليابانية معربا عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها